مباراة القمة يوم الخميس اللي جاي بعد حسم الأهل لقب الدوري والزمالي خلاص بقى موقفه معروف ثلاث أو رابع وفي الكنفضال الأفريقية شايف إن المباراة هيبقى فيها أداء كويس وشغل فني حلو من الفريتين وهتبقى مباراة أشبه من المباراة الوداية نتمنى كلنا طبعاً كمصريين والوطن عربي كله بتمنى مستني الدير بالأهل والزمالك هنا الدوافع مختلفة عند الفريتين الأهل يبقى بطل الدوري النهاردة خلاص هيلعب بشكل ارتياحي ما عندوش أي ضغطات لكن مباراة الأهل والزمالك ستظل مباراة أهل والزمالك مختلفة ودرب مختلفة نادي الزمالك السندي ما طلعش بأي حاجة دي بالنسبة له تعتبر بطولة أنه يفوز على نادي الأهل يوم الخميس يفرح الجمهور الثاني اللي هي وراء جمهور الزمالك يعتبر هو أنه مرة واحد فعلاً في المأساة اللي بتحصل على مدار السنة أو المشاكل اللي بتحصل إدارية اللي هو بيدفعت أمانها ووراء فرقيته في كل حتة صح فالنهاردة المناز الزمالك ما عندوش حاجة كمان يخسرها محتاج أنه هو بس لعيبته اللعيب النهاردة محتاجه عندها يبقى دافع أنها تكسب تراضي الجمهور تراضي الناس تفرحهم النادي الأهلي محتاج يزبط أنه هو بطل الدور فينا أنه عايز يفوز على الزمالك فدوافع هنا مختلفة وهنا مختلفة نتمنى نشوف مستوى كويس يعكس انطبع كويس لأنه في ناس كتيب يتحرج على مباراة الأهل والزمالك عايزين نشوف مراحلها نشوف فيها أهداف كمان مش مباراة مجرد مباراة الدية ولا حاجة ما بين الفرياء أكيد طبعاً المدربين ليهم دور كبير دي مباراة مدربين المباراة دي بالنسبة لإخوان كمان أول مباراة أهل وزمالك دي مختلفة بالنسبة له هو كمدرب كولر لعب مباراة أهل وزمالك قبل كده أخوان بالنسبة له أول مباراة أكيد الناس هتشوف بيتعامل مع بوراة زي وهتبقى بالنسبة له طبعاً مكسب كبير لو قدر أنه ياخد الثلاث نقط من نادي الأهلي في ناس تقولك أنه أخوان أسوليو بالطريقة اللي بيلعب بيها دي لو لعب بيها قدام النادي الأهلي يبقى عنده مشاكل كبيرة جداً تحديداً في النواحي الدفاعية هل شايف أنه ممكن يغير من أسلوب والأسلوب دوت لو اشتغل بيه قدام النادي الأهلي يقدر ينجح لا هو أخوان زاكي جداً وبيدرس الخصم الأول كويس أول فهو بيعرف الصغرات فين وبيعرف إزاي أنا طبعاً عشان عارفه كويس أنا عارف دماغه كويس جداً وفي نفس الوقت أنت عارف الكورة ممكن يبقى أحسن يوم ليكم وما تجيبش جوان وديجا عليكم كورها واحدة وتخسر في حاجات كتير أوي وممكن تكون أنت مسك المباراة والجيم وان سايت جيم وتخسر وفي حاجات كتير بتحسر في الملعب كل مباراة 11 رد 11 ليها نتيجة مختلفة لو عدنا نلعب كل يوم أهلي وزمالك أسبوع كامل مع بعض يلعبوا بعض كل يوم هتلاقي أن الأسبوع كامل النتائج بتاعته مختلفة مفيش حد يكسب يعني هيحصل نتائج مختلفة كتير لكن الأهدى في المباراة دي الأهدى واللي عنده برضو رغبة وإصرار أكتر أنه يفوز يعني أنا شايف أن الإصرار عند الزمالك لازم يكون الدافع عنده الدوافع عند العيبة قوية جدا لأن ده يعني بما سابب بطولة فأنه يكسب النادي الأهلي وهو بطل الدوري فدي برضو دافع ليه كويس قبل ما يدخل في البطولة العربية فدي حاجة كويسة ليه ويراد الجمهور فلازم يبقى فيه دافع كويس النادي الأهلي النهاردة ما عندهوش أي ألة مش هي لعبة احتضاقة خالص ما عندهوش أي ضغوطات لكن مباراة الزمالك مهمة بالنسبة للعيبة كمان وفي نفس الوقت النادي الأهلي بطل الدوري فأنا لما أكسب النادي الأهلي النهاردة لأ ده نهاية الدوري بشكل جميل جدا كمان بشكل خرافي صحيح فنتمنى نشوف إن شاء الله مباراك